لبنان الغارق بأزماته لم تجد حكومته مرة أخرى إلا التوجه لتحميل اللاجئين السوريين تبعات ما يجري من فشل اقتصادي وسياسي ورغم وعودها بتقديم تحقيق شفاف عن المسؤول عن إغراق مركب اللاجئين في طرابلس الأسبوع الماضي لكن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله أبو حبيب فضل إلقاء اللوم على أوروبا والذهاب بتهديدها بشكل أو بآخر بموجة لاجئين سوريين قادمة إليها بعرف مجتمع الدولي بهمه أنه ما يروحوا لعنده مين مجتمع الدولي يعني؟ مش أفريقيا هي أوروبا والليات المتحدة المهم أنه ما يهجروا لعنده نحن ما عش نقدر نمنعهم من أنه يهجروا بالبحر ما عنا هالإمكانية لك شو صار من جمعة المنظمات الحقوقية من جانبها تؤكد أنه رغم المبالغ الكبيرة التي يتلقاها لبنان نتيجة اللجوء السوري على أراضيه إلا أن التدقيق لا يزال مستمرا عليه من قبل السلطات اللبنانية حيث الحرمان من التعليم والطبابة والحق بالعمل وصولا للاعتقال والتضييق الكبير لدفعه لمغادرة لبنان باتجاه أوروبا أو العودة إلى بلاده رغم كل المخاطر الأمنية التي تحيط به عملية التضييق والابتزاز الجارية بموجات اللاجئين يكون مراقبون إنها تجري مرة أخرى بقيادة حزب الله وشركائه في الحكومة لأوروبا في محاولة لتخفيف الضغط عن حليفه بشار الأسد والقبول بإعادة التطبيع وتدوير النظام السوري رغم مسؤولية الأخير عن تهجير واعتقال أكثر من عشرة ملايين سوري ولعل الصور القادمة من دمشق تؤكد بما لا يقبل الشك أن لا شيء تغير حيث يعطى للجان الحق في العفو عن المجني عليه ويحرم المجني عليه بالمقابل من أي تعاطف بحجة فزاعة اللجوء تلك التي تحاول الحكومة اللبنانية إخافة أوروبا منها